تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفيسبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى داني أولمو الإسباني ابنة 23 سنة بتصدر هذه الأيام عنوين الصحف الكتالونية كل يوم هو الهدف هو الحلم هو المطلوب لإدارة لابورتا اللي بدها تعيد أبنائها قدر الاستطاع وبدها تبني النادي حاول أبناء لماسيا بعد النجاح مع أيريك غارسيا جاري العمل كما يقولون من أجل أولمو والمبلغ المتوقع للحصول على اللاعب 70 مليون يورو أولمو طبعا كان في مرشلونة ما بين 2007-2014 لكنه شعر أنه مش حيلقى الفرصة السريعة في النادي فأخذ خطوة اعتبرها كثير ناس وقتها غريبة لكن تبينت كثير ذكية ذهب لدينامو زاقرب في عام 2014 عمره وقتها كان 16 سنة اتطور سريعا في كرواتيا لعب حتى 2020 124 مباراة سجل 34 هدف خلالهم تجارب أوروبية أيضا أصبح يعد أحد اللاعبين المميزين في القارة العجوز وتنافست عليه عدة أندين فذهب واختار لايبزيك في يناير 2020 وانتقل لهم مقابل 22 مليون يورو وكان أيضا اختياره هون أساسه رياضي مثل اختياره الأول لدينامو زاقرب كان هدفه يلعب أكثر يتطور أسرع وهذا حقه وحققه تحول للاعب دولي في إسبانيا بيلعب في ثلاث مراكز جناح أيمن جناح أيسر وخلف المهاجمين ولو جاء لبرشلونة على الأغلب حنشوفه في الثلاث الهجومي وهذا يعني أنه حيضيف للفريق جانب إبداعي بصناعة الأهداف والفرص اللي هي تعتبر أهم نقاط قوته هو مش الهداف لكنه الصانع اللي قادر يحط اللاعبين أمام المرمى وهذا جانب ضعيف في برشلونة بعد رحيل لنا الميسي اللي كان مصدر الأهداف ومصدر صناعتها شخصيا أنا أكثر شيء بيعجبني في داني أولمو إنه مسيرته فيها ذكاء اللاعب بياخذ قراراته على أساس كرة قدم بالتوازي مع الأموال يعني بده يتطور كلاعب بده يحقق شيء في مسيرته مش بس بده يتطور ماليا ككثير لاعبين من الجيل الصاعد قراراته بتأكد ذلك وقراراته بتوضح إنه ذكي وهذه نحية مفيدة وجعلته يصير لاعب دولي كسبان ما يقارب 16 مباراة حتى الآن وبصير اسم بخلي جماهير برشلونة تشعر بالسعادة لما تسمع أخبار التعاقد معه أولمو وضح حابب يكمل الموسم به يدوء مع لايبزك يتطور كمان مع لايبزك يخوط دوري أبطال ومنافسة من أجل الدوري عشان يكون جاهز رياضيا ذهنيا ليمثل الفريق الأصعب في مسيرته حتى الآن برشلونة حيث المطالبات كبيرة ولا تنتهي بالنسبة لكم هل تتوقعوا أولمو يجي الصيف الجاي وهل تتوقعوا أنه هو الصفقة الصحيحة والمناسبة ولا لا؟